استكملت المرحلة الأولى من عملية تبادل 890 محتجزا بين الجانبين الحكومي وميليشيا الحوثي التي جرت على مدى ثلاثة أيام بنجاح تام جاء ذلك إنفاذا للتوجيهات الرئاسية والحكومة بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالتنسيق الكامل مع مكتب المبعوثة الخاص للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وطمأن الفريق الحكومي ذوي باقي المعتقلين والمقتطفين والمخفيين في سجون الميليشيات بالعمل على إنهاء معاناتهم ولم شملهم بمن فيهم اللواء فيصل رجب والأستاذ محمد قحطان المشمولان بقرار مجلس الأمن ترجمة نانسي قنقر